اشتركوا في القناة المنظومة المتكاملة الزراعية الصناعية لتربية الابقار وانتاج الحليب المجفف المشروع الضخم وطورا بعد التوقيع على الاتفاقية بين البلدين الشقيقين الجزائر وقطر يعين وفد شركة بلدنا القطرية المواقع المحددة لإقامة المشروع مطالعين على نماذج الزراعية ناجحة بالمنطقة تؤكد جهزية كل الظروف لاستثمار من شأنه ضمان أمن غذائي ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة الجزائرية سعيدين بتواجدنا اليوم في ولاية أدرار صراحة تفاجأنا من مستوى خدمات المتوفرة من قبل الدولة وصولا للكهرباء الكهرباء قريبا بتكون موجودة نوعية التربية كانت مناسبة بشكل عام المنطقة أرضها خصبة ومناسبة إن شاء الله لاستقبال مشروع بحجم مشروع بلدنا في الجزائر إضافة إلى أبعاد المشروع الاقتصادية من تقليص لفاتورة الاستراد واستحداث الثروة يحمل الاستثمار وأبعاد اجتماعية هامة على رأسها توفير مناصب شغل للشباب الحمد لله تجسدت في أسرع وقت اليوم راهم شووا للتيرة كما نقولوا نحن بالدريجة للتيرة وشافوا هارا يلاقت بهم الأرض من نامجة طريق المطار طريق أولف والحمد لله بشراء للشعب الجزائري بصفة عامة والشعب الأضراري بصفة خاصة يعتبر المشروع فرصة ذهبية للشباب الولاية خاصة أن يكون يوفر خمسة ألف منصب عمل مباشر مما يساهم في الحد الكبير من الباطلة المواطن الأضراري يتفائل دائما متفائل خير الحمد لله بالأخص أن نشوف التوجه أضرارها بدأت تدي شوية من حقها بخطة ثابتة تسيير الجزائر نحو بناء اقتصاد قوي ومتكامل بتجسيد التعاهدات وتوطيد العلاقات مع الدول الأشقاء في مسارات تعاون متنوعة تضمن الازدهار للبلاد ترجمة نانسي قنقر شكرا